نصل مشاهدين الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا وهذه المرة من صحيفة المصدر أونلاين لرئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر بعنوان في ذكرى الاستقلال الوطني استهل مقاله قائلا لا تسهبوا في الكتابة عن الاستقلال الوطني عن ملحمة التحرير والحرب العادلة الوحيدة في تاريخنا المعاصر لسنا في حاجة للحديث عن صراع الهوية قبل الاستقلال بين من أرادوا اختطاف الجنوب اليمني لصالح المشروع الاستعماري ومن قدموا أرواحهم لتحرير الجنوب اليمني المحتل لا تجتهدوا كثيرا فإن فعلتم فذلك خير وإن لم تفعلوا فإنما كتب عن اليمن الجنوبي وحرب التحرير وأهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والاستقلال يستحق اليوم القراءة وإعادة القراءة والاستماع وإعادة الاستماع أيضا واستضرد قائلا لنقرأ اليوم لزعماء الثورة أبطال التحرير وصناع الاستقلال لنلقي نظرة على كتاب قحطان الشعبي الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن وكتابات عبدالله باديب صاحب مفهوم اليمن الديمقراطي الموحد وخطابات عبدالفتاح اسماعيل وسالم ربيع علي ومحاضرة علي عنتري المشهورة وزعماء الجنوب من قادة الاشتراكي فما أحوجنا لقراءاتهم اليوم اقرأوا لفيصل عبداللطيف وعلي أحمد السلامي ومحمد علي هيثم وعبدالله الخامري وعلي صالح عباد مقبل ومحمد صالح مطيع وجاعم صالح وسالم بكير وأحمد سعيد باخبيرة وعبدالقادر باجمال وفيصل بن شملان وسلطان ناجي وزكي وفريد بركات ومحمد عمر الحبشي وكتابات محمد عبدالقادر بامطرف ومحمد عبدالقادر بفقيه هؤلاء من يحضرونني الآن وأخشى إنني نسيت بعض من يلزمنا ذكرهم أعيد قراءة الثوري و14 أكتوبر وصوت العمال وعود لأشعار إدريس حنبلة والقرش عبدالرحيم سلام أو أشعار علي شايع هادي ففي ذلك استذكار لقيمنا وزاد لنا في سعينا نحو وطني اتحاديا جديد لا إسراف في مركزيته ولا تفريط في وحدته ذلك هو الأصل في ثقافتنا المعاصرة ارفعوا علم الجمهورية اليمنية كلما استطعتم دون ما استفزاز أو مبالغة في الاحتفال فدماء الإخوة تسيل والنفوس محتقنة وأنشد نشيدها الوطني ولو في بيوتكم في كل اليمن فسقوط الهوية الوطنية مدعاة للصراع الهويات المناطقية والمذهبية وأكمل ابن دغر مقاله اسمعوا عمالق التلفن وهم ينشدون للثورة وللهوية الوطنية اليمنية بدءا بالكبار بأحمد قاسم ورائعته من كل قلب أحبك يا بلادي يا يمن ومحمد محسن عطروش ومحمد سعد عبدالله والمرشد ومحمد عبدالزيد ومحمد صالح العزاني وكرامة مرسال وفتحية باسويدان وصباح منصر وصولا إلى علي العطاس في غنيته الرائعة ردفان يا أرض الكفاح واستمعوا في ذكر الاستقلال العملاق أيوب طارش وهو يصدح بكلمات الفضول بكلمات النشيد الوطني للجنوب اليمنية الذي عرفناه وأحببنا ترديده في كل حين ومناسبة وقد غدا نشيدا وطنيا لليمن كله أنشدوا مع الفضول وأيوب عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية ولا تحمل الوحدة ولا تحمل الوحدة وزر السياسة وأخطاء السياسيين وختم ما قاله بقوله اسمعوا الأملاق الكبير رسول الأغنية اليمنية والعربية أبو بكر السالم بالفقه وهو يغني أمي اليمن أمي ولباس إن عدتم لأبريت المحضار أعشق أنا قرية وأعشق هواها الذي أتحفنا به في الذكرى العاشرة للاستقلال الوطني فقرية المحضار هي اليمن كل هؤلاء وأولئك كانوا صادقين في مشاعرهم ومؤمنين بمبادئهم أن نستذكرهم ونقرأهم ونسمعهم خير من القتال في أبيا فما يجري هناك ليس أكثر من نكأ للجراح وتعميق للصراع وقتل للأخ والصديق والجار والزميل وإهدار للإمكانيات ما يجري في أبيا لا يورثولنا غير أمهات فكلة وأطفال يتم ونساء أرملات وأرض يباس فلنتوقف على القتل والقتال ونذهب بقلوب طيبة ونفوس محبة لتنفيذ شامل لاتفاق الرياض نعم تنفيذ شامل غير منقوص وقد ارتضيناه ووقعنا عليه وأشهدنا عليه الأشقاء رعاة الخير والسلام للأسف صراعنا في أبيا وعدا لا هدف له سوى السلطة على تفاهتها ونفوذ في عدن سلطة لن تدوم لا تتوفر على عناصر الأمن والأمان الدائم ولا تجلب الاستقرار والتنمية لخلوها من قيمة الاعتراف بالآخر والقبول به والتعايش معه فعدا التي نقتتل حولها هي عاصمتنا المؤقتة ومنطرقنا لهزيمة العدو ما نفعله خطأ في حق أنفسنا وأهلنا ووطننا يفتقد للمنطق ومرة أخرى أقول لأصدقاء الأقدمين هذا ليس انحيازا للشرعية شرعية الرئيس المنتخب عبد الربو مصور هادي أنتم تعترفون بها فلا شرعية لسلطة في اليمن غيره وإنما هي الحقيقة فنتجرد من كل شيء إلا من حب اليمن شكرا